الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً عاشراء يوم التفاؤل بسقوط الطغاء هذا هو عنوان كلمتي هذا اليوم أيها الأحباب أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى وزاد مسلم في روايته شكراً لله تعالى فنحن نصومه وللبخاري في رواية أبي بشر ونحن نصومه تعظيماً له قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وفي رواية لمسلم هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه إنما ورد في هذا الحديث الصحيح يشير إلى سبب مشروعية صيام يوم عاشراء وهو شكر الله تعالى بأن أهلكت طاغية فرعون ونجى موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل فكان ذلك اليوم جديراً بالتعظيم والتخليد وأن تكون وسيلة تعظيمه الصيام والشكر لله تعالى في هذه القصة وغيرها من قصص مصارع الظالمين الواردة في القرآن الكريم دلالة واضحة على أن الإسلام لا يريد أن يكون هلاك الطغاة حدثاً عادياً عابراً يمحى من الذاكرة بمرور الأيام والسنين إنما يريده أن يكون يوماً خالداً معظماً يعيش في ذاكرة الأمة ولا ينسى وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى في ختام الحديث عن مصرع فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وغيرهم في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين أيها الأحباب إن صوم المسلمين ليوم عاشوراء هو يوم عيداً للمسلمين يفرحون فيه بنصر الله وتحقيق سنته وإنجاز وعده كما إن الاحتفاء به كل سنة كفيل بأن ينعش الأمل في نفس كل مسلم أن الله لا يتخلى عن عباده وليتركهم لقمة سائغة للطغاة والفراعين إنما لا بد من يوم قد يراه البعض بعيداً وما هو ببعيد يفرح فيه المؤمنون بنصر الله ويروا بأنفسهم زهوق الباطل واندحارة وأنه ما كان في يوم من الأيام سوى زبد قد ذهب جفاء وأن الله كما أهلك فرعون في الغابر سيهلك كل فرعون مثله في كل وقت وكما نجى الله داعيته موسى ومن آمن معه سينجي كل مؤمن كما قال مولانا جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين إن تخليد المسلمين ليوم عاشوراء وتعظيمه إنما هو ليبقى المسلم دائماً متفائلاً موقناً ذاكراً أن الله منجز لعباده المؤمنين وعده وموهن كيد الكافرين وأنه لن يترك الأرض إرثاً للفاسدين والمستكبرين إنما هي حق لعباد الله الصالحين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكما أن عاشوراء هي يوم الفرح بسقوط الطغاة الظالمين فهي كذلك يوم نصر عظيم لأولياء الله الصالحين ولا يكاد يبين ولكنه حين حل به العذاب لم يغن عنه ملكه وسلطانه ولا جنده وأعوانه ولا تبجحه والدعاءه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ولقد تحقق ذلك في اليوم العاشر من هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وقد كان صيام يوم عاشوراء واجبا تلك السنة على الصحيح فلما فرض صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء سنة مؤكدة تقول حفصة رضي الله عنها أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهن صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتان قبل الفجر حديث رواه أحمد والنسائي وصحاحه الألباني وعن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه حديث رواه مسلم وسئل بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم حديث متفق عليه وهذا صريح في أن صيام هذا اليوم من أفضل أنواع الصيام وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صيامه يكفر ذنوب سنة كاملة فقال صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله حديث رواه مسلم ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال فإذا كان العام القابل إن شاء الله صمت التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أيضا خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده قال ابن القيم فمراتب صومه ثلاثة أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم ويا لذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم وبناء عليه فإن إفراد العاشر وحده بالصوم جائز وبه يحصل الأجر المذكور في تلك الأحاديث والأكمل صيام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر حتى تحصل المخالفة لأهل الكتاب كما أن الصيام في شهر محرم له خصوصية ومزية على ما سواه فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وإن وافق عاشراء أو اليوم الذي قبله أو بعده يوم الجمعة أو السبت فلا بأس بالصيام فيهما أو في أحدهما لأن المنهي عنه هو إفراد الجمعة أو السبت بالصيام لأجل أنه الجمعة أو السبت أما إذا كان للصيام فيهما أو في أحدهما سبب شرعي يقتضيه كيوم عاشوراء أو يوم عرفة أو صيام نذر أو قضاء أو كان في شهر رمضان أو محرم أو شعبان أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق أحدهما أو كليهما فلا نهي حينئذ ومن المفارقات العجيبة ما حصل في هذا اليوم المبارك أيضا من قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وآل بيته المطهرين حيث قتل في فتنة عظيمة بين فئتين من المسلمين وهي فتنة طهر الله منها أيدينا فلا نخوض فيها بألسنتنا وإن كانت قلوبنا تعتصر لها ألما وحسرة ولله الأمر من قبل ومن بعد ولو شاء ربك ما فعله ولكن الذي ينبغي التنبيه إليه هو أن ما يفعله بعض الشيعة في هذا اليوم من البكاء والنواح والندب والصراخ والتصخط على قتل الحسين رضي الله عنه وما يقومون به من تعذيب أنفسهم وإسالة الدماء من وجوههم وصدورهم وظهورهم ولطم خدودهم وندف شعورهم والتقرب إلى الله بضرب أبدانهم بالسلاسل والسكاكين ليس من الإسلام في شيء وهو من البدع المحدثة والمنكرات الظاهرة ومن كبائر الذنوب التي تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرتكبها فقال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية حديث متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة حديث متفق عليه والصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والندب والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة والشاقة هي التي تشق ثوبها فكل عمل يدل على الجزع والتصخط وعدم الرضا بقدر الله فإنه محرم وقد مات أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ولم يرزأ مسلم بمثل الرزية بموته عليه الصلاة والسلام وكذلك قتل خيرة أصحابه عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ظلما وعدوانا وبطرق إجرامية بشعة وكلهم أفضل من الحسين رضي الله عنه على جلالة قدره وعلو منزلته ومع ذلك لم يفعل المسلمون قديما ولا حديثا ما يفعله الشيعة في ذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته